موضوع تاني طبعا وموضوع بيصار اعلاميا كل من وقت الاخر وطبعا موضوع احنا دايما بنحاول او نتصدى ليه لان الموضوع مسير جدا لفكرة الاندية الجمهرية والاندية الشعبية اللي الحقيقة احنا دايما بنحاول اننا نمد ايدينا لكل الاندية الشعبية بصفة النادي الاهلي احد اهم واكبر الاندية في الشرق الاوسط والحمد لله بنتمتع بآلاقات طيبة وبنحاول نرسع علاقات طيبة مع كل الاندية وقت احتياج الاندية للنادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي لكن البعض بيتجاهل ده او بيتناسى ده او بيتغافل ده وبيحاول يلعب على وطر فكرة الاندية الشعبية والجمهرية ويزج باسم النادي الاهلي في الموضوع عندنا فيديو مهم جدا اعتقد اتكلمنا عن قضية النادي الاهلي وعلاقته بالنادي الاسماعيلي مرارا وتكرارا ولكن فيديو جزي ده ما كانش ينفع نعيده لأن احنا هنا بنتصق مع ذاتنا وكمان بندعم فكرة نبذ التعصب اللي احنا محتاجين كلنا نكون عندنا مسئولية تجاه الفكرة ونكون بجد حرصين ان العلاقات بين الانديال الجمهورية تكون علاقات قوية والمنافسة تبقى في البلعب فقط لغير والاختلاف يكون على قطأ تحكيمي او فرصة ضائعة او نسبة استحواز مش اللي بنتعرض ليه في الاعلام او اللي بنسمعه في الاعلام عن النادي الاهلي نشوف فيديو مهم جدا عشان نرجع نعقل المسئولين في النادي الاهلي وذكر بالاسم يتكلموا مع عبدالله السعيد ويفسدوا علاقته مع النادي الاسماعيلي لما كابت رضا سيكا يقول ان المسئولين في النادي الاهلي يتكلموا مع خالد بيبو ويفسدوا علاقته مع النادي الاسماعيلي ولما يطلع يقول كمان ان هم اتكلموا معه شخصيا عشان افساد علاقته مع النادي الاسماعيلي لا ده اعتقد ان ده يعني كفير بلاي ما يصحش بالنسبة لنادي زي نادي الأهلي بيطلع شعارات اللي هي الخاصة به المبادئ والقيم ونحن ما خرناش حد من في نظام الاحتراف عمرنا ما خطفنا حد من النادي بتاعه قصة مش قصة فلوس أنا كنادي أهل كبير لما أجي على شاب زلاير في العشرينات وغريب الفلوس ده برضو مش في البلاي ده برضو مش احتراف لما يبقى لعيب لما زمانك كان بيعمل كده لما زمانك كان بيعمل كده خلينا نناقش الفكرة خلينا نناقش التصريح وده عادتنا دايما احنا هنا تناول بلا تطول ودايما بنناقش الفكرة وما نتعرضش لأي أمر شخصي إطلاقا الحقيقة النادي الأهلي مش بيطلع شعارات النادي الأهلي الشعارات بتطلع بناءا على مواقف النادي الأهلي النادي الأهلي واضح جدا مواقفه ومن مواقفه بيتم إطلاق الشعارات على النادي الأهلي النادي الأهلي تم إطلاق عليه نادي المبادئ لمواقفه الواضحة جدا من مبادئ من 1912 من قبل البطولات فالموضوع واضح جدا فبالنسبة لإطلاق الشعرات لا مش النادي الاهل النقطة المهمة جدا وهي علاقة النادي الاهلي بالاسماعيلي اللي دايما البعض بيحاول ينفخ في الرماد وبيحاول ينفخ ويشعل نار بين جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الاسماعيلي احنا بنمكن كل تأدير واحترام لكل الانداء الشعبية وبنمد ايدينا بكل تأدير واحترام لكل الانداء الشعبية وأعتقد موقفنا هنا دايما في قناة النادي الأهلي وتحديدا كمان البرنامج ويمكن هنا كان فيه استضافة للكابتن على أبو جريشا استضافة للكابتن سيد بازوكا وده واضح جدا النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي ماشية في أي اتجاه فبالتالي مش عاوزين أي حد ياخدنا الاتجاه مغير دايما بيلعب عليه لكن هل النادي الأهلي فعلا بيعمل كده؟ أعتقد معانا تعقودات للنادي الأهلي بأطرافات حتى نجوم للنادي الإسماعيلي بتؤكد أن الكلام اللي تقال ده هو كلام افتراع على النادي الأهلي احنا هنروح أكيد يا أحمد للإعترافات ولكن برضو طبعا حابب بتكلم في النقطة دي الحابب أقول إيه بأه؟ احنا دايما بما أننا بنتكلم إعلاميا عندنا مشكلة النادي الأهلي ما بيروحش للإسماعيلي والله يا العظيم أقولها لكم وصدقا ومن مراجعة كل حاجة شفناها على مدارة تاريخ الإعلام السبب الرئيسي لأزمة زي دي هي الإعلام وهي من صنع الإعلام من بدايتها إلى نهايتها فيما يخص فكرة زي التهجير أو اللاعب ده بيتخذ من ده وشرحنا قبل كده ووقفنا عند إزاي النادي الأهلي استضافي النادي الإسماعيلي وعلى لسان نجوم ورموز النادي الإسماعيلي إزاي النادي الأهلي لم يتأخر أبدا عن النادي الإسماعيلي فكرة اللاعبين اللي قلنا اللاعب أي لاعب النادي الأهلي دخل في محاولة الحصول عليه كان فيه أندية منافسة في نفس اللحظة بتسعى أن هي تضم نفس اللاعب كل ده تم بروسته وتم صياقته إعلاميا زي ما أستاذ محمد الشرقاوي بيعمل بأن ده مش فرب ليه أن النادي الأهلي بيحاول كذا وعلى سنوات سنوات من تسكية المشاعر السلبية دي بدأ يتكون عندك في النهاية فكرة إيه هي الفكرة أن فيه مشكلة بين الأهلي والإسماعيلي لو رجعت لجزور الموضوع مستحيل حتلاقي فيه أي مشكلة حتلاقي فقط في الإعلام عند البعض وهنا الرسالة اللي هي الأساسية من الفقرة أن يا جماعة النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي علاقتهم كانت دائما تاريخيا علاقة جيدة المشاكل اللي حصلت كلها جاءت من جانب إعلامي ده دورنا أن احنا نوضح أن أصبح الكلام ده غير مقبول خصوصا أن احنا في فترة نقدر نبنى عليها كويس قوي من سياسات النادي الأهلي نروح بقى ونشوف حتة التعاقدات اللي كان النادي الأهلي بيحرط فيها اللاعبين ونشوف الكلام اللي تقال عن محمود متولي وانضمامه من نادي الإسماعيلي للنادي الأهلي متولي مش باحترام يعني ما أنا بأتكلم في كده متولي خرج أعتقد أن جماهير الإسماعيلي زعلانين آه على عدم موجود متولي في النادي الإسماعيلي ولكن أعتقد أن أي حد هيقابل متولي في الشارع وأي حد هيقابله بره مش هيبقى في حساسية بينه بين الجماهير الإسماعيلي متولي جي سلم علينا وبعد ما مضى في الأهلي جلنا ملعب اتنين كده من اتمرن في الملعب فجأنا به ودخلنا الملعب سلم علينا وكلنا حضرناه مع السلام وبالتوفيه وربنا معاك إنه متولي عقده خلص كان ينفش السنة جاية في ريه صحيح دي اللاعبين اللي كانت بتنضم وعايز أقول حاجة في بعض اللاعبين الآخرين ويسأل في ذلك مسؤولين كانوا بيرقصوا النادي الإسماعيلي وده شيء مسجل تاريخيا كان هناك بعض اللاعبين وبدون تحديد أسماء في شهرهم الأخيرة التي تسمح بالتفاوض معاهم والاتفاق معاهم زي ما بيحصل في أي نادي في العالم تحمل الست شهور دي عشان تنضملنا في ريه في الموسم اللي بعده وكان النادي الأهلي لأنه بيرى ويقدر جيدا فكرة إن النادي الإسماعيلي نادي جماهيري لو حتاخد من اللاعب لازم يقدر يعوض ده مديا من خلال استقدام لعبين آخرين كان النادي الأهلي بيدفع بالستة والسبعة مليون في الوقت ده ورقم كبير جدا لضم اللاعبين دول وكانت سياسة لجنة الكرة إن النادي الإسماعيلي لازم يخرج الموضوع بشكل win-win situation أنا خدت اللاعب اللي أنا عايزه والنادي الإسماعيلي اتعوض مديا بشكل يقدر يعوض فيه احتياجاته والتريق شاهد على ذلك في لاعبين كتير جدا ده النادي الأهلي اللي ما كانش بيتعامل بالفير بليه يا أسان مش بس ما دينا فارس في لاعبين كتير كان بيتم أعرضهم للنادي الإسماعيلي في الصفقات اللي كانت بتتم شفنا لعبين كتير لو رصدنا آخر 20 سنة حوالي 30 لعب تم انضمامهم من النادي الأهلي للنادي الإسماعيلي لكن احنا هنا حابين نوضح نقطة مهمة جدا اللي الكابتن سعفان الصغير تكلم فيها هي فكرة إن عواد كان خلاص زي أن فارس بقول هينتهي تعاقده ومع ذلك النادي الأهلي تعاقد مع النادي إسماعيلي محمود مزولي أنا آسف لأن الفترتين كانت فترة عواد مع الزمالك وفترة متولي بس الوضع مختلف فلكن احنا عندنا محمود متولي طبعا وانضمامه للنادي الأهلي كان بشكل فير جدا وبشكل لم يغضب حتى الشرع الإسماعيلي باعتراف الكابتن سعفان الصغير وهو يعني رجل إسماعيلي إسماعيلي يعني عندنا كمان فكهة القرى المصرية الكابتن على بوجريشة بيوضح إن الأمور حاليا بين مجلس إدارة النادي الأهلي وطبعا النادي الإسماعيلي ورسالة واضحة جدا الكابتن على بوجريشة حابي بيوصلها لعله اللي بيتكلم في النقطة اللي زي دي لما يشوف الرسالة اللي زي دي يحاول إن هو يلتزم الصمت أو ما يتكلمش في النقطة دي أو ما يحاولش ينفق في نيران لأن دي في النهاية جماهير ومش عاوزين فكرة إن الجامعيلي يكون في شد وجاذب بنا نشوف تصريح لفاكة القرى المصرية ونرجع نعنقل الخطيب كمان قدم حاجات جميلة جدا يعني لكن لازم الناس تفهم وتعرف إن رغبة اللعب هي الأهم لكن ده من وجهة نظري هو الأقل أهمية في الموضوع لأن الموضوع الأهم هو فكرة إن النادي الإسماعيلي كان حريص إن النادي الإسماعيلي في الوقت اللي احنا طبعاً بنتمنى لنادي الإسماعيلي إنه يفوق من الكبوة المتواجد فيها حاليا كان حريص انه يقدر يدعم النادي الإسماعيلي بأي لعب وكمان النادي لأهلي كان واضح جدا احنا هندفع رواتب اللاعب دي فطبعا ده اللي المفترض الناس تشوفه لكن للأسف الناس مش عايزة تشوف العلاقة دي عايزة تستمر في فكرة مكاسب ربما لبعض المرتبطة بالانتماء على حساب جماهير القرى المصرية وده لن نسمح به هنا لان احنا هنا زي ما قلنا يا فارس بنقدم رسالة ومسئولية لازم نكون على قدرها وقدر النادي الآلي اللي احنا دايما بنتكلم تحت شعر وتبقى يا أسامة المناوشات بين الجمهور والهزار وسموه زي ما تسموه ولكن تبقى حتى انا بالنسبة لي في قلبي ما كان لكل الاندية الشعبية لسبب النادي الآلي جماعة عمره مكان عامل بيتضرر من وجود اي نادي شعبي زي ما عرضنا قبل كده مع بداية الدوري تسعة مواصم متتالية انت بتحقق الدوري عمرك ما كان عندك مشكلة في وجود مين في الدوري ولكن الكرة المصرية فعلا وشغف الجمهور هو اللي بيتأثر بان الاندية الشعبية دي ما تبقاش موجودة وما ذلك مهما كان فيه اي هزار او خلافات او بتاع يظل ان الاندية الشعبية بتسهم في اسراء الكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر